بما أننا بنتكلم عن مدير الكرة ودور مدير الكرة في هذا الأمر النهاردة زميلنا كريم أحمد من المغرب عمل لقاء مهم جداً الحقيقة مع كابتن سيد عبد الحفيز لقاء حيتكلم فيه عن تقريباً الكلام اللي حضراتكم بتتكلموا فيه أن النادي الأهلي دايماً بيكون حاطت في دماغه شيء واحد فقط وهو المكسب وإن المباراة 90 دقيقة نطلع لشوف ماذا قال كابتن سيد عبد الحفيز لزميلنا كريم أحمد ونرجع بقى نكمل مع حضراتكم بقية هذه الحلقة الحمد لله يمكن الأجواء كويسة جداً يعني درجة حرارة ساعة جداً برد يعني لكن في النهاية الأمور كويسة الحمد لله حالة تركيز عالية نتمنى أنها يكون موجودة وبشكل كبير جداً بكرة لأنها مفتاح للسمرارية في البطولة ومباراة بكرة يعني أكلاً فرقة عندها خط أمامي كويس جداً عندها حتة هجومية كويسة لازم يتعاملكون بتركيز شديد باهتمام شديد يمكن دي أول من فترة بعيدة عندي أول مباراة من الفتاتح فيها البطولة لكن زي ما قلت يعني هتقابل المباراة بتركيز عالية باهتمام عالي بجدية عالية نشارح من الأمور كويسة يعني طبعاً دي مش غريبة عليهم احنا معتدين نجي هنا على طول سواء كان في الموجهات مع الأخوة الأشقاء سواء كان الوتاد أو الرجاء أو الدفاع الحسن الجديدي أو المغرب التطواني هنا لعبنا قبل كده فعلنا يعني رصيد عندهم يعني لكن تعاملنا معهم ما بيختلفش أبداً سواء كان في مصر أو المغرب يعني الاثنين واحد يعني أي مكسب بيباله توفيق يعني أو أسف أي توفيق بيباله أسبابه يعني الأسباب بتاع التوفيق هي التركيز والاهتمام الجديد يعني هتقابل الموضوع ده بالتلات عناصر دولة أعتقد أن الأمور يعني إلى حد كبير جداً هتكون موفق وإلى حد كبير جداً الأمور هتبقى من فصل الحكي يعني فحالة التركيزة لازم تكون عالية احنا فصلين من بطولة الدوري دلوقتي لكهسة العالم الأندية وبعدين هنفصل على بطولة أفراقيا فلازم دماغك تكون شغالة التفاصيل الصغيرة تكون موجودة من غير تنشانة ومن غير عصبية ومن غير توطر يعني لكن التفاصيل الصغيرة هي بتجمعها مع بعض بتدلك نتيجة في الآخر وتدلك بطولة في الآخر يعني فمن غير ما يبقى فيه تنشانة ولا فيه تركيز سوريا ولا فيه عصبية ولا فيه توطر لكن فيه اهتمام فيه تركيز فيه تنبيه بتكلم مع زميلة كتير طريقة التكلام بتبقى مهمة لكن لازم يبقى فيه دايماً صحيان يعني تمام دي دي كرة القدم فإن شاء رحمه بإذن الله بإذن الله تعالى نكون موفقين فيها التعامل فيها يكون عالي جدا في الاهتمام يعني هي مباراة افتتاحية لكن هي اللي هتديك الاسمرارية والله يبص يعني أنا عارف كويس أن كل واحد في النادي هنا عارف كويس جدا جدا إيه لي وإيه لي عليه كمان يعني شنوي واحد كمسؤول في الفرقة عن نفسه وعن تيم هو كابتنه يعني كان رده رائع جدا لما تلقى العرض ده كان من النصر السعودي والراجل عندنا مع بعضه وكلمنا وهو كان يعني كان الراجل رده صريح جدا يعني لو أهميتي في الفرقة وإحتياج الفرقة أنا شاف أنه أكون موجود يعني أنا مستعد من غير أي ما خدناش مسلا يعني ساعة زي ما بقوله يعني ولا حاجة وأقل من كده بكتير يعني لكن الراجل أبدأ مصلحة التيم على مصلحته الشخصيات أو استفدته مش عايز أقول مصلحته لأنه يرعب في التيم النادي الأهلي يعني لكن استفدته سواء كانت مادة يعني فدي حاجة تحسبله كواحد من عاصر الفريق وكواحد مسؤول كمان عن التيم يعني رده كان جميل جدا بالنسبة لي وبالنسبة للجهاز كله سواء كان إداري أو فنية والنسبة كمان للمشرفة مع الكورة وللجنة التخطيط يعني فده عهدنا بولادنا دايما يعني ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة